اشتركوا في القناة وبتردد 2.0 جيجا هرتز وقد جاء الهاتف مع معالج جسوميات من نوع مالي تي 880 mp2 وقد جاء بذاكرة داخلية 16 جيجا بايت مع رام بحجم 2 جيجا بايت وايضا باصدار اخر مع رام بحجم 3 جيجا بايت ويستوعب الهاتف كروت الذاكرة بمساحة تصل الى 256 جيجا بايت وقد زود الهاتف باجهزة استشعار للبصمة والتسارع والقرب والبصلة ثانيا الشاشة والصوت جاء الهاتف مع شاشة من نوع IPS LCD بمقاس 5.2 بوصة وبدقة Full HD وبكثافة 424 نقطة في البوصة وجاء مع واجهة من نوع Emotion UI 4.1 اما بنسبة الى الصوت فقد جاء الهاتف مع 10 فتحات للصوت في اسفل الهاتف مما يمنحه صوتا قويا ثالثا الكاميرا جاء الهاتف مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.0 مما يوفر للمستخدم صورة اوضح في الاضاءة الضعيفة وجاء مع خاصية الضبط التلقائي للصورة وفلاش ليند ويوفر الهاتف للمصورين المحترفين امكانية التحكم في اعدادات الكاميرا وجاءت الكاميرا الامامية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.0 مما يوفر صورة اوضح واجمل للمستخدم رابعا البطارية جاءت بطارية الهاتف غير قابلة للازالة وبسعة 3000 ميلي امبير خامسا نظام التشغيل جاء الهاتف مع نظام تشغيل من نوع اندرويد مارشميلو 6.0 سادسا التصميم جاء الهاتف بتصميم مشابه لهاتف هواوي بي 9 بتصميم من المعدم بحواف دائرية وهيكل من الالمنيوم وجاء الهاتف بطون 146.8 مم وبعرض 72.6 مم وبسماكة 7.5 مم وجاء بوزن 147 جرام وجاء موضع مستشعر بصمة الاصابع اسفل الكاميرا مما يوفر المستخدم راحة اكبر في التحكم بالهاتف سابعا الاتصال والشبكة جاء الهاتف ثنائي الشريحة دول سيم في وضع الاستعداد ويدعم الواي فاي من نوع 802.11 بي جي ان وخاصية تحديد المواقع جي بي اس وخاصية البلوتوث ويدعم شرائح الاتصال من نوع LTE 4G وفي النهاية نقدم لكم رأينا في الهاتف جاء الهاتف بمواصفات رائعة ومتناسبة مع سعره ومن افضل ميزاته وجود مستشعر بصمة الاصابع الذي يمكن مستخدم من التحكم في الهاتف متوفر الان لدى مركز سوا الموزع المعتمد لجميع منتجات شركة هواوي